موسيقى A B C D E F A is for airways B is for bones C is for cardiac in the mediastinum D is for the diaphragm in under the diaphragm E is for extras lines, tubes, drains, devices, etc. F is for feels lung feels يعني زم انتو شافين اخر شي هي lungs واحد داما كثيرين خاصة وانا منو لما نطالع في شعة صدر نطالع على طول في lungs احنا متأكد انو احنا ما ننسى شي ونغطي كل الهم بردي في هذا الفيديو راح نتكلم على A B C D E F approach in a normal chest x-ray وبعدين في الفيديوهات ثانية حيكون عندنا examples of different disease processes and pathological signs يلا So A is for airways احنا بنشوف التركير والمين ستم برونكاي القصب الهوائية والتفرعين الرئيسيين منها الرايط مين ستم برونكاس والليفت مين ستم برونكاس فايش الاشياء اللهم اللي بنشوفها فاني بنشوف اول شي نتأكد انو هاد التركيا is centralized هي ما هي 100% centralized هي فيها ميلة خفيفة لليمين لكن بتأكد انو ما فيها deviation لانو مثلا لو في هنا pneumothorax ستكون هنا مثلا في التلكيا ستكون ايش ديبياري إذا هنا مثلا في التلكيا ستكون ايش ديبياري تكون ما هي centralize فاني بتأكد انها centralize بعدين متأكد انها باعدين متأكد انها باعدين متأكد انها ممكن هنا لو في عندنا مثلا ايديما inflammation and swelling زي هادة هيكون منظرها steeple sign في الكروب ما هيكون فيها ايش تضييق في القصب الهوائية متأكد انها باعدين نطالع نشوف انو ما فيه مثلا هنا foreign body right main stem broncus دائما انتو شايفين اكبر وعمودي اكثر مقاردا باللفت اللفت يعني اصغر وافقي اكثر فعشان كده اغلب ال foreign body يستنتهي هنا في right main stem broncus أو right lower lobe مثلا واخر شان ما نشوفه المنطالع هنا في crinal angle عادة هي حوالي 75 درجة لانه لو فيه مثلا mass effect أو فيه شي يعني تحت ممكن ايش تتفلطح هذه الزاوية وتصير ايش ال angle wider بس هالي أهم الأشياء ذا حين B is for bones والعظام موه من أكثر الأشياء اللي gets missed في chest x-ray وانا بالتأكيد ايش I've missed some things before in the past هنطالع في في مفصل الكتف والأ upper extremity اللي معاها هنطالع كما نحن في clavicle هنطالع في vertebra في عطمات العمود الفقري هنطالع طبعا ايش في ال ribs في الأطلع هناس كثيرين حتى من bones في ال x-ray هو بس ribs بس حتى الأشياء الثانية مهمة بس حتى الحين رح نشوف ال humerus و ال head بال humerus هذا هو humerus و ال head نتكلم أنه لا يوجد فراثار لا يوجد شعور البن كوانتين لا يوجد السمبر ولا تقليجين إلى آخرة وبعدين نشوف برضو كمعنا إيش السكابلا هذي اللاوطلين حقه السكابلا رقلي this is an ISPA view ما في أي مشاكل هنا part of the scapula هنا is the coracoid process وهالي برضو هنا إيش الأكروميان process شكله مقويس ما في أي مشاكل هذا السكابلا برضو إيش for the sake of completion صح؟ في مشاكل؟ ما في مشاكل حلو let's move on بعدين نحن طالع في clavicle هذه هي clavicle هنا nice continuous ما في أي مشاكل seems that it's in place ما في أي fractures طبعا إحنا لو فيه فراكشة زي كذا كبير بشع يعني هيكون واضح كلنا والصيد بس لبنطالع إذا فيه أي إيش cortical discontinuation ما شي لكن هنا مثلا يكون إيش في شيء زي كذا فهذا that's a small fracture that we wanna know about clavicle looks good ما في مشاكل let's move on to the next step اللي هي إيش ثراثي 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 أو ف Pad Zack last date خاصة هو البيض للضع لأى أن يشكون نظّ ذاهب اللياعي الزاحي ما في المسل exemplo لو أبدأ نشوف ند أعضب دائما هذه هي T8 هذه هي T9 هذه هي T10 عادة تنا تناوليب الاباف الديافرام T11 هذه هي T12 فاللبرتبوريين يبدو جيدة لا يوجد بطريقة بشكل مفتر لا يوجد بطريقة بشكل مفتر لا يوجد بطريقة بشكل مقابع ما يمكننا يمكننا تحقق كل شيء يبدو جيد من ناحية البرتبري و بعدين نخش في البص البص تزيز فآم we can start by counting anterior ribs أو posterior ribs مو ياني نوفيه 2 sets of ribs هما واحدة بس رadiologically يبانونو فيهم then you can choose either خلينا نبدأ هنا من تيوان زي ما احنا تفجرة ونبدأ بالانطيع رب هذا هو موسيقى ساعة رب هنا 4 5 6 7 حتى هنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 فهذا الرقم 8 احنا ما نحسب و احنا نطالع ايش ايش الاشتار تتهي فهم الانتير بيجاية شكل اع تده تخيلوا انها ايش there's a lot of A's هذه هي الانتيري طبعا هي ما تكمل هنا فتك بقية البون لانه هاد ايش cartilage فما هو مرة radiologically dense فهادي تكملاتها الى ايش تلسك في السعنم او البراث بون حكتك 1 through 7 are called 2 ribs بمعنى انهم ايش ايش بكم نجد في البراث بون 8 through 10 are false ribs بمعنى انهم ايش يشبكوا في cartilage number 7 و بعدين تحت مرة 11 and 12 are floating ribs يعني ايش قاعدين يصبحهم ما هم ايش شبكين راجعين ثانين في البراث بون ايش الرقم اللي يفرق معانا عادة 6 to 7 على الانتير الربس is adequate for inspiration يعني كتير مما تستعمل اكثر من سبعة anteriorly as a sign of hyperinflation انا ما احب استعمل الربس per se as a way to say ايش الرقم اللي يستعمل الربس بس this is what people use خلينا نسوي البسير ربس البسير ربس في ناس يشوفون انها أسا خلينا نبدأ هادي ايش but this is gonna be um واسا في البسير الربسي اللي هيش تيجي فلات أو كانها افقية شوية this is هيكون هنا ايش this is one وبعدين هنا this is two this is three وبعدين four عادة هنا ورا القلاب this is four and this is five هادي ايش كاملها this is six six seven eight this is nine ten وبعدين حتى ممكن يشوفون انها هاد ايش 11 كدا هادي من هادي داعفرام and this is 12 so this is one two three four بحادي داعفرام five six seven eight nine ten احنا نحتم بليه above the diaphragm وبعدين في هنا ايش 11 and 12 فعادة عادة احنا around nine is yani advocate for inspiratory effort و a lot of people say ten or more than ten are actually ايش hyperinflation فعادة عادة احنا نتكلم على سي the mediasenum that includes the mediasenum the great vessels and the hyla on both sides but this is the mediasenal but it includes a lot of good stuff that we are going to be talking about بس طبعا مهم انو يكون هنا عندك تخيل ثلاث العبعات لانو في كثير structures و اشياء مستخبية كلها وراء هذه الضلال صح فحنا نواني نسي داعفرام بس في اشياء كثيرة جوا ها تشوفوا هذا داعفرام ووضحنا بعض اشياء المتعلي تخيل الضلال بس يقول لانو نتكلم على الأشياء المتعلي نشوفة less ventricle left atrium and ayuarta كل الأشياء الكويسة الهي لانو наum and then here the right atrium We can't see the right ventricle وانو احنا نتكلم على ناجدنا رأيكث تريكي في جالب اكسر حقك ها حسنا ايش الآن اشياء الحن عائل عقليها بالنسبة للقلب أول شيء هنطالع نقوم بتقريبه الكارديو 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 ثراسيك ريشو عادة هي أقل من خمسين في المئة إنه نعمل PA لو أكتر من خمسين في المئة أو ستين في المئة في حالات أقصد الAP أو الأنفنس فأكتر من خمسين في المئة هذي نقول إنها إيش كارديو ميقري طيب فهذا الكارديو ثراسيك ريشو بعدين نتأكد إنه الهارت يمكن أن تقريبه بقلم أو مرسام صح لأن البوردر من الهارت وفيه جيد ومواضحة إذا فيه سلوات سين أو مواضحة ممكن فيه يعني إيش ديزيز بروسسس وراه بعدين خلينا نشوف إيش إيش يعني ليبوكارديو إيش يعني ليبوكارديو هي النورمال الدكتروكارديو لما يكون القلب على المين صح فالأيبكس اللي هو الرابنترقل إيش يعني ليبوكارديو وفيه أكبر من الهارت وفيه أكبر من الهارت فهذا يقول لنا يعني الهارت إيش يعني الهارت إيش يعني الهارت الشيخ إز نوعه يعني فيه إيش يعني إيش يعني هي لأخرة ممكن تكون هاد في تديو ثاني وبعدين فإيش الأناتوميكو هنا إيش الـ Left ventricle this is your left atrium and this is your right atrium الـ Right ventricle ما يبعن لأنه إيش بيستخبي somewhere behind الـ Vertiber بعدين راح نطلع شوية هين هندخل إيش بداسم هاد الي جاي زي كده this is aortic knuckle يسموها يعني وهذا إيش هي part of the arch of the aorta فـ What's going on هنا إنه الاورتك كده إيش طالع ونازل إيش ينزل عشان يصير الـ Descending ثاني this is aortic knuckle وبعدين هنا تحت على طول هاد الجاي زي كده this is the aorto pulmonary window وبحت هده هنا إيش هاد الـ pulmonary trunk و part إيش الـ right pulmonary artery فـ This is what we see إيش in here في نهاية هاد كل إيش this is the right hylum and this is the left hylum الـ right hylum and this is the right hylum is slightly higher than the left and this is the normal hylum and this is the normal hylum and this is the right hylum and this is the right hylum and this is where people look at for widened mediastinum أكثر من 8 سنتيمتر في ستريات تقول أنه أكثر من 6 برضو ممكن abnormally in some situations فأكثر من 8 هذا ممكن تكون wide in the diastrum فحشوفش الدفرنشال حقها أو في الأطفال ممكن تعتبر أكثر من 1 راشو تعتبر wide this is all I think you need to know about this فهذا الفيديو تكلمنا على ABC Airways والbones والكاريكشات مع ال midiastrum in a normal chest x-ray الفيديو الجاه يكون عن ال diaphram الاكستراز والlong peels